كلام الناس عن إيه تاني؟ كلام الناس أكيد على المطشين المهمين جداً اللي هيتلعبوا بعد شوية تحديداً الساعة 9 بين الأهلي وصانداونز الجنوب إفريقي والزمالك والوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا المهم إن المصريين بدمهم خفيف كالعادة وطريقتنا كده المعتادة سابوا المطشين بقوا وعملين يتكلموا على إيه؟ إنه يطرى الأهاوي والكافيهات هيعملوا إيه في مشكلة النهاردة؟ هيعرضوا الشوط الأول مثلاً من مطش الأهلي والشوط الثاني من الزمالك؟ ولا يقسموا الشاشة والصين؟ ولا ناس تعرض أهلي وناس تعرض زمالك؟ الموضوع فيه لغط وفيه حيرة مين هيشجع إيه ومين هيعرض إيه؟ فخلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المطشين من ضيفي اللي معي على التليفون كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق كابتن أحمد بلال يا كابتن أحمد يا مساء الخيرات يا مساء الفل لا ناس ما عندهاش لغط ولا فيش حاجة ناس هتفرج على الأهلي على طول يعني بس أنت من أول المداخلة عايز تعمل لنا مشاكل أنا مش عايزة مشاكل النهاردة يعني أنت لو صاحب قهوة أو كافيه مش هتعرض دماتش الزمالك هتعرض الأهلي؟ منحاز منحاز حتى لو في جمهور كتير قاعد عندك بيتفرج على الزمالك؟ أنا هقولك أهو النهاردة مين المرشح يأخذ البطولة؟ أنا مش هقول أنت أقول ما أنا اللي بقول أهو الأهلي المرشح يأخذ البطولة تمام؟ فالناس تتفرج على مين؟ تتفرج على الأهلي المرشح يأخذ البطولة واللي أول ماتش تعادل بر ملعبه وده ثاني ماتش لو كسب ممكن يتصدر المجموعة ولا يتفرج على ماتش الزمالك اللي تعادل أول ماتش على ملعبه وثاني ماتش تعادل بر ملعبه بس ماتش الزمالك والوداد المغربي ماتش برده مهم جدا ولو تعادل النهاردة أو خسر تفرج بر بطولة إفرق يبقى طبيعي تفرج عن ذا من اتمنى الفوز للزمالك والفوز للأهلي برده مش عارفة اتمنى المين ولا مين؟ ولكن معروف يا كابتن بلال أنا مش أخلص معاك في الكلام معروف بتصريحاتك وإنك مفيش عندك كحيادية منحز للأهلي طيب بعيدا عن الهزار توقعاتك إيه للماتشين؟ الأهلي الوحده والزمالك لوحده بس خلينا نتكلم ماتش الأهلي ماتش صعبة أكيد يعني تمام من المرشحين أنه هو يصل للأدوار النهائية يعني سيمي فاينل أو الفاينل تمام الأهلي كمان فريق قوي فريق كبير مرشح نواجه بالبطولة فالمورة مش هتكون سهلة مورة صعبة يعني طبعا السنة اللي فاتت الأهلي كنت في ساندونز هنا في القاهرة وتعادل معها هناك فبالتالي بشوف أن حظوظ الأهلي ممكن تكون يعني أكبر شوية من ساندونز الكرة القدم طبعا ما فيهاش ما فيهاش توقعات تمام؟ لأن انت بتتكلم على الحسب يعني العيبة في الماتش رفتها بتبقى إمكانياتها هي وقدراتها هي ومدى تركيزها ومدى دخولها في الجيم ومدى تركيز الموديل الثاني وتغييرات من تشكيل اللي بيحط حاجات كتيرة جدا ولكن يعني منطقيا المفترض أن الأهلي بيلعب جوع ملعابه المفترض أن الأهلي بيمر بحالة نشوة كبيرة جدا جدا تمام؟ فالمفترض أن المبارضة كل فرح للأهلي أو البرسنت تكون ثمانين عشرين يعني ثمانين للأهلي عشرين فقط اشتركوا في القناة